اهلا بكم من جديد مشاهدينا معي بالسوديو النائب الشمالي ايهاب مطر نائبي اللي احدث مفاجأة بانتخابات ترابلوس الاخيرة بفوزه عن المقعد السني طلالتك قليلة بس نشاطاتك كتير في ترابلوس ومحبوب عم بتلع ترابلوس شكرا انا ساكن في ترابلوس اساسا والاطلالات قليلة هيدا عبر يعني استراتيجية لما بيكون في لزوم حتى نطلع اكيد ما منقصر بس اذا في تكرار للموقف او في تكرار للموطوع مش بحاجة حتى نكون عم نظهر مثل ما قلت اكيد ديانا الشغل على الارض هو اللي بيوخد معظم وقتنا ويمكن مشان هيك حتى في وقت قليل للظهور الاعلامي ولكن وقت الجد من منوصل فكرة بالمكان المناسب بالوقت المناسب بس معظم اوقاتنا نحن بالشارع وبين الناس وخاصة الناس اللي خبطنا لحتى نكون عم نقدي الاماني اللي هنحطوها فينا اليوم انت عايش بترابلوس ترابلوس بعيدة عن اجواء الحرب اذا فينا نقول ولكن اكيد معنية من خلال الناس حين اللي عم بيفوتوا بداية كيف تعيش ترابلوس اليوم يعني قالوا لانه عايش حياة طبيعية وخلايف بيروت اليوم تحولت مع الاسف يعني مدينة فارغة اليوم ترابلوس بعيدة اذا بدك بالميدان ولكن موجودة بالوجدان وموجودة بالاحتضان للضيوف وموجودة بالتضامن الوطني اليوم ترابلوس ولا يوم كانت بعيدة عن الساحة الليبينية بس اليوم يمكن زرط الميدان حيط شوية ترابلوس لاعتبارات عند العدو طبعا عم نشوف اليوم الجنوب اللي هو معني بالجهة الاكبر وللأسف بالضرب الاكبر بعدين في عنا الضحية الجنوبية كمان معني بالضربات طبعا في البقاع النزوح الكثيف يمكن كان على بيروت لانه مكان فيه توقعات لحتى يكون فيه ضرب بهالكمية هذي لبيروت مشان هيك مشوف عجقة يمكن كتير ببيروت ترابلوس في عنده احتضان للنازحين طبعا وترابلوس معني بالموضوع الوطني ومعني بموضوع السيدة اللبنانية ككل ومعني اكتر بموضوع القضية الفلسطينية ولكن اليوم الناس عم تمارس حياته الطبيعية لانه الناس مؤمنة انه بالاخير ما بصيبوا إلا الله كتبليون فهم مشين يعني بحياتهن بالرغم انه النزوح في التداعيات يعني الواحد ببين كلها الموضوع اول الشيء عدد النس حين يوم سار بترابلوس اليوم يقدر تقريبا حوالي الخمسين الف نازع بين بين مراكز ايواء وبين بيوت خاصة والعدد يعني تقريبا على حسب الاحصائيات الصوبة الخمسة وثلاثين الف ببيوت خاصة يعني ناس المقدرة اللي استأجرت بيوت عم نحكي طبعا بترابلوس التداعيات اليوم جي من جنوب ومن الضاحية جي من جنوب من الضاحية ومن البقاء عكيد طبعا كيف اهل اللي ترابلوس استقبلوا. لا كان في كان في استقبل كان في احتضان ديانا اكيد اليوم وقت الجد لما بيكون في ازمة عند اي فئة من الشعب اللبناني او بأي منطقة من الشعب اللبناني من الطبيعي انه يكون الكل عم يتكاتف لحتى نقف حد بعضنا طبعا رغب اختلافاتنا السياسية يمكن حتى المذهبية في بعض الاحيان تحتوها عجانب وقت الجد ما في مجال حتى تكون عم تنتصر الخلافات على الوحدة الوطنية وحدتنا الوطنية اليوم هي الاساس وهي الشي اللي شرع طرابلسي بذلك كل لبنان فيه بكل مراحل يعني 2006 كمان كان خير مسال كمان كان في نفس الاحتضان يمكن هلأ في احتضان اكبر من 2006 لانه كان تجربة 2006 ناجحة انه نحنا رغم الاختلاف لما احتضلنا يكون كمان انتو كنتوا اهل وفا ورديتوا جميل فاليوم في نفس الموضوع التدعيات على الشرع طرابلسي مش بتيري يمكن يعني اكبر هيك هاجز عند الناس واليوم قطاع التعليم وخاصة الرسمي لانه اليوم معظم المدارس هي صرفية نزوح وضيوف فمش عارفين الناس اذا بالفعل رح يكون في امكانية ليبلش العمل الدراسي مثل ما قال وزير بأربعة شرين الثانية ولا لا ولكن على اي صعيد تاني الأمور اجمالا ماشي يعني القطاع الاقتصادي في مكان ما اتأثر ولكن رجع شوية يعني شرط حالو لانه هالناس اللي جاي في قصم منهم يا اللي عمجين مساعدات مادية يا اللي هني أساس المؤتدرين ولكن يعني بيتون دمرت على صعيد الاجتماعي طبعا اليوم في حزر كتير كبير لانه اليوم في خوف من فتنة في خوف من طبور خامس شفنا ببداية كان في حد ستاني تلاتي كتير فرديين وصغار ولكن كان في وعي كتير كبير عند الناس كان في وعي كتير كبير عند القيمين على المدينة أساسا من سياسيين ومن رجال دين وحتى مجتمع مدني انه حتى يعني أجزاء أمنية درنا انه نطفي الفتنة من من أول يوم ولكن هذا الموضوع ما حدا نكمشوا لأنه طبور خامس هو جاهز على البواب لحتى يزدع الفتنة وهو الخوف انه هون نحنا عطول بخطابنا عم نقول انه طبعا نحنا عم نوعي الناس انه ما تلجأوا للأقويل ما تلجأوا للشائعات ما تحاولوا تروحوا الصوب يعني الاندفاع الزايد بحماس بغير محلو ما تسمحوا للطبور الخامس انه يكون عم يزرع فتنة بيناتنا طبعا نحنا بما يخص المساعدات مشين وراء خطة الطوارئ الوضعات الحكومة اللي هي عم تقوم بواجباتها في بعض يمكن التقصير اللي كان عم بصير لأنه كانت الأزمة بصداها أكبر بكتير من المتوقع ولكن حتى اليوم المجتمع المدني والجمعيات الخاصة كمان عم بتساعد إجمالنا فيني إلك بكل اختصار ديانا أنه الأمور بطرابلوس تحت السيطرة ما في عنا أي مشاكل ولكن نحنا على على مستوى كل البلد طبعا معنيين باللي صار وحزنين جدا للواقع اللي نحن وصلنا للك اللبنانيين ونتمنى أن هالأزمة تكون عم تخلص بأسرع وقت ممكن ونتمنى أنه ضيوفنا اللي هن بشمال اللي مرحب فيهم إلى أبد الأبيدين يكون عم يرجعوا على بيوتهم على منطقهم على قراءهم معززين مكرمين وإن شاء الله هالأزمة هاي دي بتكون آخر أزمة بيمر فيها هالبلد عبر التعديلات وعبر المسار والتطورات السيسية اللي عم بتصير يوم واللي نحن عم نشهدها ونتمنى أنه تكون لمصلحة لبنان ونتمنى أن يكون في دعم دولي ونتمنى أن يكون في دعم أممي ونتمنى أن يكون في وعي داخلي عند كل الفرقاء لحتى ما نرجع نمرق بنفس هالتجربة بعد عشرين سنة 2006 كانت تجربة مريرة جداً على اللبنانيين للأسف كل لازم ما تتكرر بسبب ظروف البلد اللي الكل اللي بعرفها وبسبب التقاطعات بالبلد جانبنا فيها بالألفين وارب وعشرين نتمنى أن يكون في وعي عند كل الفرقاء اللبنانيين لحتى نروح تحت لواء وشعار الدولة اللبنانية اللي مقلنا إلا هي لحتى تحمينا لحتى تحمي كل أبناء وما نرجع نعيش تجربة لا بعد خمسة ولا عشر ولا عشرين ولا ثلاثين ولا أربعين سنة ما في خوف اليوم من أهالي يعني من قبل الأهالي مثل ما في كتير مناطق كمان الأهالي عندهم خوف فيه أنه يكون فيه مسؤولين مطلوبين من الحزب موجودين بين الناس أو ربما عم بيسلكوا طريق ترابلوس ليفوتوا على سوريا لأنه اليوم طريق المصنع أصبحت مقطوعة هل هاجز موجود؟ هلأ إذا بقلك لا كون مش عم بنقول الصورة الصحيحة طبعاً اليوم هيدا الهاجز موجود وهيدا الهاجز كان نظري من قبل ما سير في ضربة آيتو بصغرته صار يمكن أقرب إلى الواقعية من بعد ما الناس التمثت أنه بالفعل في ناس هنه مستهدفين وهنه قاعدين بقضاء الشمال فاليوم الناس عندها هاجز ولكن اليوم ما في أدلة على وجود قياديين أو أشخاص مستهدفين بأي مراكز معينة ونحن ما عنا أي معلومات رغم أنه صار فيه رصد لكل الأشخاص اللي هنه بمراكز الإيواء وصار فيه رصد لأسم من الناس اللي هنه قاعدين ببيوت خاصة في حزن عند الناس أكيد ما في أدلة ونحن نحن عطول عم نواعي كمان ضمن إمكانياتنا لأنه أكثر من هيك ما فينا نعمل عطونا عم نواعي الناس وعم نقول لهم أنه إذا في حدا بحس حاله مستهدف إذا في حدا قيادي منتمنى بحس المسئولية والوطنية أنه ما تكونوا قاعدين بين ناس أبرياء ما تكونوا قاعدين ضمن مدنيين طبعا يعني كمان حمايتكم هي واجب عليكم ولكن حماية الناس اللي ما إلا غاية وما إلا زند كمان هي واجب عليكم فنحن هيدا أكتر الشي يعني قدرينكم عم نعملوا بنفس الوقت يعني البلدية والمحافظة عم بيكونوا بمسح شامل ليقدر يوصلوا لأكبر عدد ممكن من عندهم أسماء يعني من الناس بس اليوم حتى ببعض الأحيان اليوم يمكن في ناس مش معروف ويني قاعدة أساسا يمكن في ناس ما في مبتعطي مبتعطي يمكن أسماء الحقيقية أو ما عنده يمكن أوراق سبوتية يعني في عدة اعتبارات بس للأمين نحن ما في أي شك بأي شخص أو أي قيادي أو أي فرد مستهدف موجود وما أخذنا في يعني قرار أكتر من أن نكون عم نواعي الناس ونكون عم نحاول يعني هيك نشجع أنه الناس المشترفين ما يكونوا قراب من مدنيين مش قدرين نعمل وبتمنى أن مصرف عنا أي حادثة صار في حادثة بالبداوية كان في استهداف لقيادة بحماس أو الجبهة الشعبية بصورة خاصة وكان في استهداف بأي طهدوا الحادثين اللي صاروا بشمال هلأ يعني إن شاء الله بكونوا الأخيرين إن شاء الله الرئيس ميقاتي اللي هو ابن طرابلس نعم عم يلعب دور كمان بهذا الموضوع رئيس ميقاتي عم يلعب اليوم دور كثير كبير اليوم الرئيس ميقاتي عم يلعب دور بالشئين بالشئ الإنساني عبر خطة الطوارئ اللي هو حريص جدا أنه تكون عم تلبي حاجيات الناس النازحين وكانت حتى كمان في حوار مع دولته بصورة مباشرة وأنا طلبت أنه يكون في تخصيص قسم من هالمساعدات اللي عم تيجي عبر الدول يعني كافة وخاصة الدول العربية للمستقبلين مش بس للضيوف فمنتمنى أن يكون في توجه ضمن هذا الإطار طبعا ما وصل شي بعد بعد ما وصل شي من عبر المساعدات المخصصة للأزمة للمستقبلين ولكن طبعا عم توصل للضيوف للنسحين طبعا ولكن طبعا يعني وزارة شوارة اشتماعية متل ما هي أو لا متل ما غام بيصير بكتير مطارح عم يتم نحنا مش قيمين على مراقبة يعني بصراحة مسار تطبيق هذه الخطة ولكن نحنا على علم أنه في تطوير لمسار التطبيق من الباب الإداري لأنه ومتل ما ذكرنا هلأ ديانا أول ما بلشت لا كان حدا متوقع أن حيكون فيها الكم الهائل من النزوح بس عم سنفي تعديلات إدارية لحتى يقدروا يتماشوا يعني مع كل طلبات النازحين وحتى كان فيه أساسا شح بالحاجيات بأول كاميوم كان فيه شح بالحاجيات يعني نحنا كنا على التواصل دائم عبر هيئة الإغاثة أو حتى عبر يعني الوزير ناصر ياسين وعبر المحافز بالشمال اللي هي أساسا عم تطبق يعني هذه الخطة ولكن أنا اليوم فيني إليك أنه إجمالا ما في طلب عم يجي لأنا ونحنا عم نرفعه إلا ما عم يتلبى ويعني حتى أنا قمت بثلات جولات على مراكز الإيواء وإجمالا سأنا مغطيين تقريبا قصم كبير منه إن يمكن أكتر من نصف المراكز وبعد في عنا كمان جولات أسب الأيام المقبلة كل مراكز الإيواء بتقول أنه كان فيه شح بأول كام يوم ولكن هلأ صارت المورة عم تدارك والوزارة عم تقدر تلبي يعني الحاجيات فأنا يلي فيني إليك عبر المعلومات اللي عم توصل أنه لأ الناس مكتفية همى الوحيد الناس اليوم يمكن أنه ترجع على مناطقها لأنه كل كل أمورة اليومية عم تقدر تأخذها إن كان أكل ولا كان شرب ولا كان حتى كهرباء ولا ما يصخني ولا حاجيات للنوم كله مأمن حتى تيب كله مأمن إذا الحرب طويلة واليوم بيوتة دمرت وليس حدي يعمر ليها قديش طرابلس طوال هؤلاء قديش قدرين نستمر ولكن الشئ التاني اللي رئيس ميواتي عم بيقوم فيه طالما سألتنا عن الرئيس ميواتي ابن طرابلس الشئ التاني هو الشئ السياسي والدبلومايسي والمسعي اللي هو عم بيقوم فيه وشفنا تحركوا من أول يوم عبر المبادرة اللي تم اطلاقها من عين التيني بالتعاون والتشاور والتنسيق مع الرئيس بري واللي كانت طبعا يعني كانت يوقف على ثلاث نئات أول شيء اطلاق النار عفوا الوقف اطلاق النار وبعدين تطبيق 1101 عبر نشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني وبالآخر أكد انتخاب الرئيس الجمهورية وهيدا المسار اللي هو عم بيقوم فيه واللي هو ماشي فيه ونحن نشجعه عليه وحتى الكلام اللي حكيه من يومين كمان خصوص الإيراني بخصوص الإيراني كمان هيدا يعني هيدا كلام كان بمحله بس مش تأخر فيه بوقتو هلا أنا برأي بوقتو أنا بتصور يعني اليوم يمكن حتى هو تفاجأ بالموقف الإيراني ما هو المعروف هلا ما بعرف إذا تفاجأ أو لا ولكن اليوم لما بس ليش بكين نسمع منه يعني أشكور أكيد على الموقف ولا أدعم عربي بس ليش ما كنا نسمع قبل هل اليوم لأنه حزب الله بموقع ضعيف نسبيا تجرأ الرئيس ميقاتي على لا ببتصور ما ببتصور الرئيس ميقاتي يفقد الجرأة حتى أقولي اللي بديه ولكن الرئيس ميقاتي كرجل دولي بحاجة أن يكون عم بيداري الواقع اللبناني طبعا اليوم مش حدا بحاجة لحتى يكون عم يسمح ليصير في خلاف أو يعني هيك نعرة طائفية بالداخل اليوم الرئيس ميقاتي بالوقت المناسب يلي كان بصيب فيه قال الكلام اللي لازم يقوله فأنا بصراحة بدي أقول أنه ما عليش نحن اليوم بالوقت اللي الشخص بيقوم بوجباته خلينا نكون عم نسني على هالأمر وبالوقت اللي الشخص بيقوم بيخل بوجباته نحن من أول المنتقدين يعني بس الرئيس ميقاتي اليوم بالمسار اللي هو عم بيقوم فيه مشكور عليه وطبعا هذا واجبه ونتمنى أنه يكون في احتضان لخارطة الطريق من قبل كل الأحزاب اللبنانية لأنه هذا المسار الوحيد اللي من آمن رح يقدر وصلنا بالآخر إلى مكان أجمل بكتير وأحسن بكتير وأنفع لكل اللبنانيين من المكان اللي نحن فيه اليوم بترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة؟ طبعا يعني الأمور مقروني بوقتها يعني ما بتصور هو أساسا بواردة فكر هلأ عن بعدين ولا بتصور نحن يعني كلبنانيين في عنا ترف لازم ننتخب رئيس ولازم ومع رئيس فيه رئيس الحكومة طبعا ولكن أكيد اليوم رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية هيدا مسار كثير أساسي وحتى التوافق على رئيس الجمهورية أنا برأي شخصي هيدا موضوع كثير مهم اليوم مش المهم أنه يصير في عنا رئيس الجمهورية ومكون نحن عم نقوم يعني أحلى تدل حكومة تصريف أعمال صلى لا لا أكيد 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 المسار الدستوري بيقول أنه نحن لازم يكون عنا رئيس جمهورية نحن لازم يكون عنا رئيس جمهورية من واحد تشرين تهنا الفين واثنين وعشرين نحن هالسين تاني اللي مرءوا هيدا مضي على الوقت وهيدا كسر للدستور ولكن اليوم من بعد كل شي نحن مرينا فيه مش من هلأ من آخر عشر سنة هلأ كل شي مرينا فيه كنا نعرف أنه لما عم يكون في كسر لفريق على فريق الداخل اللبناني البلد عم يتحرق له ما عم يمشي والدليل هالحكومات كلها اللي فرطيت وهل الوقت الطويل اللي كانت كل حكومة عم تخذها لحتى تكون عم تتشكل اليوم فرصة حيئية لحتى بالفعل يتم انتخاب رئيس رئيس توافقي معظم اللبنانيين بيكون قبلينين فيه بنفس الوقت يكون فيه كمان تكليف رئيس حكومة كمان فعلاء اجماع شبه اجماع كمان بيكون متناغم ومنسجم مع رئيس الجمهورية واثنينتهم بشكل فريق كل شخص منهم بيكون عارف مسؤوليته بيكون عارف واجباته وما بصير فيه تعدي على مسؤوليات حدا على التاني برأيي هيدا المسار اللي معقول يكون عم يشيل لبنان من الأزمة اللي هي فيه طبعا مهم جدا رئيس جمهورية يعرف انه رئيس الحكومة ما بيشتغل عنده انه رئيس الحكومة هو بنسق معه ضمن إطار الدستور رئيس الحكومة في عنده الحرية المطلقة ان يكون عم بيسمي الوزراء اللي بلاقيهم مناسبين الاعتراض الوحيدة اللي رئيس الجمهورية عنده يائزة في اي اشكال امني او في اي اشكال له علاقة بالفساد او بالاخلاقيات ولكن ما في ما في ما في لزوم لحتى يكون رئيس الحكومة عقل رئيس جمهورية عنده حصة ما في الزوم حتى يكون رئيس الجمهورية عن بيسمي الوزراء اللي هني بنيسبوك نعم تقول انه السيناريو القديم ما لازم يتقلل قديم والتاريخ القديم والحياة السياسية الماضية لازم ناخد عبره لحتى نقول كل شي كان عم بصير بالقبل لازم نعمل عكسه اليوم في فرصة للتغيير برأيك طبعا نحن عندنا امل اكيد متل ما كان في فرصة للتغيير بانتخابات الفين واثنان وعشرين وكان تغيير رغم انه كان يمكن عشر بالمية من المجلس النيابي مش على الطموحات الناس ولكن صار في تغيير متصور اليوم في فرصة اكبر لحتى يكون في تغيير لانه اليوم الاشخاص يلي هني بياخدوا القرار بالتغيير مش مرتهنين او معظم مش مرتهن للأسف لمصالح يمكن خاصة نتمنى انه اليوم الوعي يكون حاضر عند الناس باللي صار نتمنى ان يكون بالفعل في تغيير المجتمع بالفعل ننسي ناحنا هناليد مجتمع الدولي ومش على stimmt حدهن انه هو نحنا أخطأنا individي حق نفسنا بعيداً عن الويسايanza شغيراً مش عمي boa年 سينا بقتصمي بالتذكير المجتمع الدولي لمش ما بين اقصدنا انه نحنا في عنه أزمةية قليلة كثيرة كبيرة ومن بعد خمس ستنين من الزرابين ومن بعد خمس ستنين من الزرابين الم fique بعض لهل ما قدنا وصلنا لحتى نكون ها من لافي تفاهم مع المجتمع الدولي إن كان البنك الدولي ولا كان صدوق النقد الدولي ولا حتى المجتمع العربي والدولي لحتى نكون عم نشينا حالنا من هذه الورطة. المجتمع الدولي ما عم بنسينا أنه حتى بالسياسة كل شيء عم تعملوا عكس التوجهات وعكس النصائح اللي نحن نقلقون إياها عم بيكون في إلا تداعيات فبتصور اليوم إذا نرجع من بعد هذه الحرب هذه بس خلاص على نفس المساري اللي كنا فيه قبل يمكن كلنا نقول لو كنت أعلم وأكيد ما منتمنى أنه حدا مننا يقول لو كنت أعلم اسمعنا هالكلمة بالسابق وعرفنا قداش كان في إلا تداعيات. برأيك لي هم الحرب كمان حرب الإسناد مكان طبعا اليوم أنا برأيي لو في أمين عام لحزب الله يمكن كمان كنا سمعنا كلمة لو كنت أعلم أو يمكن لو سيد حسن بعضه طيب كمان يمكن كنا سمعنا كلمة لو كنت أعلم ما بدا تنين يحكوا فيها اليوم اليوم أحلى وأحسن سيناريو معقول لبنان يرجع يوصلوا أنه بيرجع لنفس الظرف يلي كان فيه قبل سبعة أكتوبر معنايتها التضحيات كلها ياتها اللي أمنا فيها حتى قبل سبعة أكتوبر ما كان لبنان يعني أحلى حالاته. بس أنا أقول بأحسن حالات اليوم إذا الحرب توقف اليوم ومن دون ما يكون في أي تقدم للعدو الإسرائيلي على طرف اللبناني لا بأراضي ولا حتى بتطبيق 1701 ولا حتى بأي شيء تاني إذا بنرجع على نفس السيناريوهو وزاته هيدا بنكون نحن ندفعنا 3000 شهيد على الفادي نكون هجرنا مليون ونص لبناني على الفادي نكون دمرنا مناطق كتير كبيرة بالبلاد على الفادي معناية أكيد هيدا المعادلة هي معادلة لا تسطح لحتى تستمر هيدا المعادلة بيحاجة لتغيير وبحاجة لتعديل وبحاجة لإعادة نظار أخذين بعين الاعتبار أنه اليوم مش وقت لكسر أي فريق بالدخل اللبناني ومش وقت للتحريض على أي فريق ومش وقت لعقاب أي فريق الداخل اللبناني ولا حتى وقت للحقد على أي فريق الداخل اللبناني اليوم يلي صار صار نحن بحاجة لحتى نطلع للمستقبل المستقبل بيقول أن المعادلة اللي كانت رقبة بالبلد بالسابق صارت غير صالحة بحاجة للمعادلة جديدة فيلي برجعنا على نفس المعادلة من طبق السياسية اليوم والأحزاب يلي برجعنا على نفس المعادلة اللي كانت سارية بالسابق يقلل بيكون صارب هالكلمة غشيم أو بيكون متعلم أو بيكون هو في عنده الفعل نية لكسر لبنان معقول تسير هلأ نحن يعني بعد لهلأ الناس في عنده سيئة أنه الطبق السياسي عم تقوم بالواجب أكيد لا لو كانت عم تقوم بالواجب لمصلحة لبنان مش لمصلحة خاصة أو لمصلحة لحزان كان لبنان بغير مكان لبنان بلد بلد صغير بإمكانيات هائلة يمكن أكتر بلد العالم في عنده إمكانيات ضمن هذا الإطار على المستوى الشخصي أشعب اللبناني متقدم جدا عن معظم الشعوب إن كان علميا ولا تقنيا ولا حتى بالفترة على المستوى الاختراب عندنا تقريبا يعني ضعف عدد سكان لبنان المقيمين كمغتربين والإرادات السنوية كاختراب هي هائلة يعني اليوم نحن إذا كل سنة بيجينا 8 مليار من الاختراب من دون ما نعمل أي شيء ونعرف إنه كل الموازنة اللبنانية لهالسنة 4.8 مليار السنة الماضية هي 2.2 مليار يعني نحن عم يجينا ويريدات أكتر من موازنة البلد ككل هالقد في عنا إمكانيات ولكن عم بتم استثمارها بالمكان الخطأ الهدر الكبير اللي كان عم بصير بالبلد كان مخيف فلا اليوم بعد هالطبق السيئسية ما أكدت بمعظم ما من شان ما نكون يعني عم نشمو الكل ما أكدت إنه هي على أد المسئولية لحتى تشيل لبنان من أزمته لأنه أعنا بكذا أزمة طبق السيئسية هي ذاتها كانت مسلمة زمام الأمور ودلينا بنفس الأزمات أرباء هذه الأزمة كمان يعني انفجار مرفع إلا ما حسنا من بعدها حسنا أنه صار كأنه في صحوة عند السيئسين اللبنانيين حسنا بالفعل حروع على مصار مختلف كان في استقالة لرئيس حكومة كان صارف عشرين مليار خلال سنة بالآخر وأعنا بنفس بنفس الموضوع تم تكليف رئيس حكومة ما قدرنا نمشي فيه تم تكليف رئيس حكومة تاني ما قدرنا نمشي فيه تم تكليف رئيس حكومة تالت لحت تمشينا فيه يعني عدنا أكتر من سنة لحت رجعنا شكلنا حكومة طيب أزمة راح فيها ميتان وخمش شهداء بس هل حكومة اللي شكلنا هي على قد المسئولية والتموحات هل الحكومة هايدي كانت ضمن نفس الإطار السياسي اللي كنا في نفس الإيس الجمهورية نفس الأشخاص اللي هني كانوا قيمين على البلد مشينا فيها بالآخر طبعا يعني بعد خمس ست شهر صار في انتخابات نيابية بعد كمان قرأ خمس شهر يعني صار في فراغ بالرئاسة صارت حكومة تصريف أعمال أكتر يعني ما في أكتر من معظم وقته ما في إلا إمكان ست شهر أو سبعة شهر كانت حكومة فعالة والباقي كلها كانت حكومة تصريف أعمال اللي هي عم تقوم فيه اليوم بغض النظر عن رأي معظم الناس بأداء الحكومة الحكومة اللي بالدور اللي هي عم تقوم فيه اليوم أو بالدور اللي هي عم تقوم فيه من سنتين لهلأ من بعد ما صار فيه فراغ بالمقادر الرئاسي أنا برأي شخصي عم تقوم بأكتر شيء فيها تعمله بالإمكانات المتاحة ضمن ضمن إطار التجربة السياسية اللي اللي بتصير ومحاولت التعطيل يعني فريق سياسي بيحضر فريق سياسي ما بيحضر فريق سياسي بيحضر لما بحس الموضوع بينفعه treasury سياسي ما بيحضر لما هو مقل غاية يعني عم شوفي لا عم بصير فلا اليوم الرئيس ميواتي بصراحة مش دفاع عنه ولكن أنا واجبي كنائب عن الأمة يكون صريح مع الناس ما فيني يكون لا بكذب ولا بجامل أنا برأي اليوم أكتر الشيف يعمل الرئيس ميواتي هو عم يعمله طبعا بالمستقبل نحن بحاجة لحكومات مختلفة نحن مانا بحاجة لحكومات تكون محاصصة مانا بحاجة لحكومات تكون مصغرة شكلها مصغر عم جلس النيابي ويكون كل أربع خمس وزراء عندهم قرارهم برئيس الكتلي أو رئيس الحزب فإن شاء الله تكون هيدا فرصة رغم أنه التمن كتير غالي تكون هيدا فرصة لحتى نكون وعينا ونروح على مكان آخر رئيس المهورية التوافقي بيرضي اللبنانيين وبيرضي طموحاتهم في عنده الوعي الكافي لحتى يتحمل مسؤولية البلد من دم يكون عم يصف مع طرف ضد طرف يعرف يرمم علاقاتنا الدولية والعربية ويعرف يتعاون مع رئيس الحكومة القادم من دون ما يكون في كسر ومن دون ما يكون في تعطيل للحكومة يعطي كل وزير حقه بالشغل نتمنى أنه هيك تكون يعني الأمور بالبلد ونحنا رح نسعى لحطة توصل لهون اللي بتقول لي بيطلع بإيد كون بقلك نحنا أكتر شي فينا نعم لو أن نكون عام نسعى أنت ومين أنا والناس اللي تشبهني بالمجلس وفي كتير ناس بالمجلس بيشبهوني من دون ما نسمي أسماء في كتير ناس بالمجلس بيشبهوني في كتير مستقلين عندهم نفس التوجه هلو ما بسمي حدا مشان ما أنسى حدا بس في كتير ناس بالمجلس مستقلين بيشبهوني حتى في كتير ناس بأحزاب كمان عندهم هيد النزعة أنه خلص نحنا اللي عملناها بالسابق كان فاشل خلنا نروح يشتغلوا على الموضوع أكيدا مشتغلوا على الموضوع طبعا أكيدا مشتغلوا على الموضوع طبعا في لقاءات يومية في تشاور يومي والكتل كل آية بتحكي أساسا كل الكتل بتحكي وكل النواب بيحكوا سوا ولكن كلمة ليش عم نشوف تطبيق لهالشي للحكة يعني هلأ طبعا أنه مش لكل عم يحكي نفس اللهجة مش كل عم يحكي نفس اللغة عم يصير في حكي كتير ولكن نحكي بعد للا ما وصل لخلاصة لما نصل لخلاصة لما سير في خلاصة أكيد رح تكون أمور أوضاع رح يشوف أنه صار في تقدم بما يخص موضوع الرئيسي رح نشوف أنه صار في تقدم بما يخص موضوع رئيسة الحكومة طبعا ما عنا أسماء يعني أنا نحنا منا عم نحكي اليوم بأسماء وعم نحاول نكون عم نسوق لهم ولكن نحنا عم نحاول نحكي على الفكرة أنه نقدر نوصل لصيغة جميع الفرقاء السيسين يقتنعوا أنه الوضع الماضي مش قادر يعني بتمشوا بالإسم يلي حالا حدا بيترحوا يعني ما عنا تقول إسم مين لك طبعا في أسماء يعني مقترحة ولكن نحن مش رايحين بدعم لأي اسم معين اليوم في عدة أسماء لما بصير في توافق على أسماء نحنا نحن نمش في يعني خلينا نذكر الكل أساسا أساسا بإخر جلسة رئيسي بأربطعش حزيران الفين وثلاثة وعشرين أنا كنت سميت أريمات جوزيفون كان يمكن كنت الناب الوحيد في اللي سميت لما جزيفون مش معناتها أنه اليوم عماد يعني جوزيفون جي رئيس ولكن من وقتا رسول أوفر حظا كنت شايف من وقتا أنه التجربة تركات عم تصير كان في دعم أول شي لا لا سميته بعدين صار في توجه من طريق المعارضة من الناب مشال معواد لجهاد أزور أنا كنت عم سمي الناب مشال معواد أنه أنا كنت مؤمن بهذا الخط السياسي وأعدني مؤمن بهذا الخط السياسي وأنا كنت مؤمن أنه هيدا المساري نحن لازم تكون رايحين فيه شخص في عنده هالمواصفات طبعا النائب بشال معواد يمتلك مواصفات رئيس جمهورية ولكن لما صار في توجه صوب جهاد أزور وحسينا أنه التقاطع بين القوات وبين التيار العوني كان لكسر المرشح الآخر من دون ميكانية إيصال حدم منهم على الرئيسة فضلت أنه أنا أخذ خيار مختلف فأنا مرحت لما مع سلامية فرنجية محفظ الألقاب ولا مع جهاد أزور محفظ الألقاب أنا رحت على خيار هربت بإسم عماد جوزيف عون أنه مقتنع أنه يعني لا أنا مقتنع أنا مقتنع بيئة المواصفات لأنه حتى وقته من سنة ونوص كان عمي نحكى أنه نحن رايحين على خيار تالت ولكن نحن هنحن حط اسم مقابل اسم لحتى يتم إلغاء لتنين طيب ما هيدا هالخيار التالت فيه يكون عماد جوزيف عون فيه يكون حداً بيشبهه ولكن بما يمثل عماد جوزيف عون أنه فيما نقيبية بالعمل في إجماع على المؤسسة العسكرية ما في أي شوائب فكانت الفكرة أنه ليش من نطرح الاسم الثالث من هلأ ليش بدنا نروح على عدة مراحل طالما أنا نائب مستقل ما عندي اعتبارات الأحزاب يلي هن عندهم إياها يمكن أن نضم مصالح داخلية مصالح خارجي فأنا مقرب أنت من رئيس مقاتي أنا مقرب من الكل بشكل أني مش دايب حداً وبعيد عن الكل بشكل أني بني محسوب على حداً يعني أنا مقرب من أي حداً بحسو عم يشتغل لمصلحة البلد واليوم الرئيس مواتي عم يشتغل لمصلحة البلد ولكن أنا مقرب من عدة أشخاص أساساً بالعمل السياسي مقرب من أحزاب مقرب من الشخصيات طبعاً هذا التقارب تقارب ندي وهذا التقارب يعني بس من خلال أكيد التشاور والتفاهم مش من خلال للإملاءات ولا التبعي لا من جهة لألون ولا من جهة لألين اليوم في قرارات دولية يحكي عن وهناك مطالبة بتطبيقها ولكن إذا نرجع على الدستور اللبناني على ينص هو أيضاً على الشرعية الدولة ولا سلاح لوجود سلاح طعاً فليش ما بتطالبوا بتطبيق الطائف قبل تطبيق القرارات الدولية اللي عم بيطال فيها الأمريكاني يعني اليوم يعني أنا إذا بدي إليك أنا خلال الحملة الانتخابية كان أحد البرامج يلي كان طرحينا ضمن الحملة هي تطبيق اتفاق الطائف فنحنا عم نطالب بهذا الكلام من قبل ما نفوت عن ندوة البرلمانية واليوم كمان يعني منطالب فيه خلال هالسنتين كمان كنا عم نطالب فيه ورح ندل نطالب فيه الطائف اتفاق الطائف بالنسبة لأنه تطبيقه هو المفتاح هو يلي تلقائياً بيعطي تطبيق لعدد من القرارات الأممية يلي صدرت ومنظنن أكيد سبا طعاً سفر واحد ولكن اليوم سنحن إلى اتفاق طائف جديد لوقف اطلاق نارو انتخاب رئيس لا ما بتصور نحن حنروح على اتفاق طائف جديد بتصور الأقرب أنه نكون راحين على سبا طعاً سفر واحد جديد يعني قرار أممي بيكون معدل وصل مصلحة الإسرائيلة ما هلأ بدك تشوف كيف مسار المفاوضات بدي يروح أكيد ما حيكون لمصلحة اللبناني اليوم وخاصة من بعد الحرب اللي صارت وخاصة من بعد ما بين إنه للأسف أطرف اللبناني هو الطرف يلي في عنده يمكن العدد الأكبر من الشهداء والكم الأكبر من الخسائر لحتى ما نحكي بغى بغير صفة ولكن اليوم الأساس أنه حتى لو بدنا نروح سوطة الطائف ما يكون بالقوة وما يكون بالكسر لأنه القوة والكسر بالدخل اللبناني يمكن تولد حرب أهلية حس المسئولية والوطنية عندنا بيتوجب علينا الحرب الأهلية هي كلمة كبيرة يعني وتطلب أحزاب مسلحة اليوم ما في أحزاب مسلحة ببنان لا في أحزاب مسلحة أول شي في عندك حزب الله يلي هو مسلح وعلى العلن بغض النظر الحزب الله لأنه عنده جبهة وفي عندك حزاب ثاني يلي في عنده يلي في عنده سلاح أكيد طبعاً يمكن ما عنده صواريخ وما عنده طيارات وما عنده الدبابات ولكن بحرب الشوارع اليوم ما حداً ما عنده سلاح لحتى يكون عم بواجهه والحرب الأهلية أساساً لما بلشت في لبنان بخمسة وسبعين ما كان في أحزاب مسلحة لما صارت الحرب صار في تسليحة اليوم ما بدنا نروح نحن على نفس المسار هذا ما بيعني أن نكون عم نغض النظر عن أولوياتنا كدولة لبنانية أولوياتنا كدولة لبنانية هو حصية السلاح بإيد الدولة هذا رقم واحد هو فرض السيدة اللبنانية عبر الجيش على كل أراضي اللبنانية هذا رقم اثنين هو حماية العلاقات الدولية والعربية وعدم السماح لأي طرف الدخل اللبناني إنه يكون عم متعدة على شقائنا العرب أو أعم متعدة حتى على أصدقاء لبنان. هيدا ثلاثة. منع أي نوع من أنواع الوصاية. نحن رفضنا الوصاية بالسابق. ونرفض الوصاية اليوم. ورح نرفض أي محاولة للوصاية بالمستقبل. ولكن اليوم فرض الطائف أو فرض الخمسطعش تسع وخمسين بالقوة. برأيي مش وقته. وبرأيي بحاجة لترتيبات. يمكن بدأ شوية وقت. فاليوم الأولى نكون عم نطبق 1701. نكون عم يعني عم نفرض وجود الجلش اللبناني جنوب الليطاني عم نوقف أول شيء عم نوقف أول شيء إطلاق النار. هيدا هيدا أول شيء وبعدين نروح على تفاهمات عبر استراتيجية دفعية بالبلد. يكون حزب الله مقتنع أن حان الوقت أو يكون في ضغط داخلي وخارجي أن حان الوقت أنك ترجع على الدولة وأنك ترجع تلعب دورك كحزب سياسي مثل حزاب كثيرة كانت سياسية صارت عسكرية مصلحة ورجعت سياسي ترجع تلعب دورك أنت كحزب سياسي في الداخل اللبناني من دون ما يكون في أي إمكانية لشن أو لخلق حرب أهلية. أستر سيهاب هناك كلفة كبيرة على لبنان للحرب اقتصادياً واضح جداً يعني يمكن المرفق الوحيد هو المطار يلي عم يشتخل طيران الميدل إيستي يلي أكيد يعطيهم ألف عافية عم بي خاطروا لتسيير الرحلات وتسيير أمور الناس. برأيك إذا طالت الحرب أكتر من هيك ما مصير لبنان؟ يعني اليوم طبعاً المستقبل سودوي جداً زي الحرب طالت وخاصة أنه اليوم إديش في إمكانيه لحتى تبقى الدول العربية عم تساعد إديش في إمكانيه لحتى تبقى الدول الأخرى عم تساعد إديش في إمكانيه عند الناس أنه تتحمل هيداً لكم من التعب النفسي اليوم نحن يمكن نكون عم توجه صوب مشاكل نفسية وصحية يعني عادة كبير من الناس هلأ بلاشنا نشوف نسمع أساساً في بعض الأمراض الصحية وبعض الأمراض يعني إذا بدك أجل دي اللي يبلش تصير موجودة ببعض مراكز الإيواء فما فينا نتصور إديش حتكون الخسائر على الصعيد البشري اللي هو أهم من الاقتصادي اليوم الاقتصادي طبعاً كتير مهم ولكن نحن الخسائر اللي هي بالبلد الاقتصادياً بدل في إمكانية لتعويضها عبر المختربين أو تعويض جزء منها عبر المختربين والمختربين وقت الجد لما بلايقوا أنه في حاجة بالداخل بصيروا بضعفوا يمكن يعني إراداتهم ولكن اليوم الكم من الخسائر البشري على صحة الناس وعلى نفسية الناس وعلى تربية الناس وعلى تعليم الناس وعلى إيمان الناس بالوطن وعلى انتماءهم الوطني هيدا كل ياتوا اليوم معرض لحتى يكون في خسائر يمكن ما بتتعوّد بأجيال فهيدا برجع برجعنا على نفس النقطة المفصلية اللي هي خلافية بالبلد هل التركيبة اللي كانت هي لمصلحة لبنان قصهم بيعتبر أنه ايه لأنه اليوم في عدو إسرائيل على حدود ولكن معظم الناس بتعتبر أنه لا واليوم النظرية اللي كانت سائدة بالسابق أنه وجود المقاومة ضمن أن نكون اللبناني هي اللي رضع إسرائيل لحماية لبنان هذه المعادلة سقطت والنظرية سقطت اليوم النظرية اللي كنا نحن نحكي فيها أنه ما إلنا إلا الدولة ويجب العودة إلى الدولة ويجب الكلام حول استراتيجية دفاعية اليوم تم تأكيد أنه النظرية اللي نحن كنا نحكي فيها هي النظرية الصح فمنتمنى أنه مطول بتقول ليلي في فرضية أنه مطول بيقولك إيه ولكن نحن منعوّل على الحراك الدبلوماسي يلي عم بيقوموا فيه بصراحة أصدقاء لبنان وطبعا على رأسهم الدول العربية يعني السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعومان والأردن ومصر لحتى ما ننسى حدا عم بيقوموا بمسعى الدبلوماسي كتير كبير طبعا ما ننسى أساسا المبادرة الفرنسية الأمريكية لطم أطلاقها من الأمم المستخدمة بس كل هذا ما عم بيقدي لوقف أطلاق النار لليوم 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 ولكن نحن ما فينا نيأس لليوم مقدة لوقف أطلاق النار بس بالآخر يمكن تأدي بالآخر ما في حل أساسا إلا عبر الدولوماسي بالأفين وستة استمرت الحرب ثلاثة وثلاثين يوم بس اليوم يريد كسر إمكانية حزب الله من لعب دور عسكري في المستقبل عدم تسليحة يعني في واضح قرار مصمم عليه من خلال كمان ممارساته اللي عم بيقوم فيها صح ولكن معلش مش كل شي بدو يه نتانياهو بيصير قابل أن يصير بالآخر نحنا في عنا مجتمع دولي قريب كتير منا وبهم ومصلحة لبنان نحنا عم تعاون معه وعم يعني عم نحاول نشتغل كل ياتنا عبر الدبلوماسي لحتى نقل له لأ نتانياهو مش كل شي بدو يصير وخاصة أنه استسمعنا كلام كان يعني قوي من مكرون لما بيقل له لأ نتانياهو أنه إسرائيل تم إنشاء عبر قرار أممي في 1947 كيف أنت اليوم بترفض القرارات الأممية فاليوم في مسعى لحتى ما يتم كسر لبنان الدولي ككل بيقلك نتانياهو اليوم حاسس في عنده فرصة حقيقية لأنه معتبر بموقع المنتصر مش بس يكون عم بيأمن حماية المستوطنين في الشمال ولكن عم بيحاول اليوم يقول أنه أنا بدي أكسر حزب الله أنا بدي أمنع إمكانية تسليحه بالمستقبل تسليح حزب الله وإعادة إمكانياته العسكرية إلى ما كانت عليه بالرغم أنه معلش خلنا نكون واقعيين اليوم عسكريا يمكن على صعيد الأرض فيه يمكن نوع من التكافؤ ولكن بالعنوان العريض عسكريا ما في تكافؤ بين الطرف اللبناني وبين الطرف الإسرائيلي يعني بين حزب الله وبين إسرائيل ما في تكافؤ ويمكن لو تم تطبيق 17-01 من قبل قيلول بس مهومي من درجاته أسحب سلح حزب الله طبعاً ونحن مع هذا التوجه ولكن مش هلأ مش بهذه الظروف ومش بالكسر نحن مع هذا التوجه أنه يصير في استراتيجية دفاعية يكون حزب الله مقتنع فيها يكون حزب الله مقتنع أنه بالآخر بالفعل بالمسار اللي كان ماشي فيه عبر التسلح والتسليح إذا قدر أنه يفشل سبب إهانة لعدد كبير من مناصرينه سبب دمار لمئات الألاف من الكيلومترات من الأمتار أو لمئات الأبنية سبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة لاستشهاد ثلاثة آلاف مواطن عشرات الألاف من الجرحة لأنه فيها المعادلة طبعا اليوم في وجهة نظر بتقول أنه العدو الإسرائيلي في عنده دائما نية استعماراتية توسعية وفي عنده دائما العين على لبنان نقول يمكن ولكن هذه كمان نظرية بس نحن قدرين كنا نمنعه عبر الدبلوماسية وعبر اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعبر حمايتنا بالداخل بالتكاتف والتكافؤ وتقوية جيشنا عبر استراتيجية دفاعية كنا قدرنا يمكن نمنعه أو على قليلة ما كنا خليناه ياخد موقف الدفاع للنفس يعني برأيك إذا ما كان في سلاح لحزب الله ها شيء من نقدر نحنا في حال إسرائيلي كان عنده أطماع أنه يقتضم جزء من الأراضي بالجنوب ما يكون في حدا بدافع عن لبنان يعني لأنه المؤيدي حزب الله بيعتبروا أنه هو لازم يكون موجود لأنه هو الوحي دي اللي بدافع عن لبنان من خلال أنه ردع الإسرائيل عن احتلال الأراضي وحماية نظرية صح؟ أنا بدي جيوب لطلقة مختلفة أنا حجبك بسؤال هل وجود حزب الله على الجنوب قدر يمنع العدوان بالأثان وستة؟ هل وجود حزب الله بالجنوب قدر يمنع العدوان بالأثان وارب وعشرين؟ هل قدر يمنع فرضية وأمكانية اليوم لا صمح الله احتلال قسم من الجنوب اللبناني من بعد ما تم تحريره سنة الألفين؟ الجواب هو لا ولا 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 معناتها هالنظرية كانت نظرية ولكن ما كان في تأكيد لأله ما عليش خلينا نذكر الناس كلياتها نظرية اللي كانت تقول أنه الأرض مسطحة دلت مستمرة لأربعمائة سنة لأنه ما كان في إمكانية لتأكيد نافية من بعد أربعمائة سنة لكل العالم صارب يعرف أنه القرى الأرض هي كروية ولا تتمسطحة فالنظرية اللي كانت أنه والله وجود حزب الله هو لردع إسرائيل من بعد سنة الألفين بالألفين وستة تم اختبارها وفشلت ومن بعد سنة الألفين وستة الفين وارب وعشرين تم اختبارها مرة تانية وكمان فشلت كم مرة بدنا ننطر لحتى نكون عم نجرب هالنظرية ونشوف إذا فعالي ولا لا قبل ما نقول أنه يكفي أنه يكون اليوم في حزب أو دبيلي داخل الدولة يكفي أنه يكون فيه انفصام في الشارع السياسي اللبناني اليوم التأثير السلبي على الحياة السياسية عبر وجود حزب مسلح مش بس لأنه في ناس مع سلاح هالناس اللي مع سلاح بفقد القوة عم بتآمن انه هي خارجة عن القانون هي مش بحاجة تكون تحت الدولة مش بحاجة تكون تحت العدالة مش بحاجة تكون تحت القانون عم نشوف في تهرب ضريبة عم نشوف في هدر للمال العام عم نشوف في تغطية للفساد عم نشوف في السباحة للأملاكة العامة المشكلة مش بس أنه حدا مع سلاح المشكل بعقلية مناصرين هيدا الفريق كل ياتن أو اسم كبير من نون انه صاروا عن بروحوا بغير توجه عم يمنعوا إمكانية أنه الدولة ترجع تنبنى من أول مجديد مثل نظرية مشاركة حزب الله بحارب سوريا لا حتى ما داعش يفوت على لبنان كمان نفس الشي كمان نظرية نفس الشي هيدو كلت النظريات هيدا كل النظريات ما حدا عنده دليل أساسا أنه كان في خطر من داعش وبدألك أنا أكتر من هيك اليوم إذا ما في حزب الله ضمن إطار مسلح في الداخل اللبناني وبصير في اعتداء إسرائيلي صدقيني راح تلاقي كل الشعب اللبناني عم بحارب الجنوب بسلاح أو بلا سلاح لو بصدور عارية بس وجد حزب الله ضمن إطاري اللي هو فيه في قسم كبير من لبنان عم بيقول طالما أنت مش عمتع مش مش بدك ين يكون معني بهالموضوع أنت عم تقصيني عن موضوع المقاومة تصلك عم تقصيني من سنة ثلاثة وثمانين معناتها أنا اليوم لما بشوف أنه فيها العدوان أنا مني راح روح ودافع لأنه أنت ما ينعني أنه أنا شارك لما بيكون في جيش وحيد لما بيكون في سيادة على كل أماطق اللبنانية ولما بيكون في سلاح موحد عبر ستجيئة دفاعية بإيدي الجيش إذا صار في عدوان لا سمح الله كلاياتنا منكون على الخط الأمامي عم نحارب عن لبنان بمختلف طايفنا ومن أي مناطق كنا اليوم بما أنه نحن نحكي عن السوري شو رأيك بالموقف السوري اليوم تجاه ما يحصل في لبنان وتحديدا مع حزب الله اليوم واضح أنه من بعد الاحتضان العربي للسوري للنظام السوري وشفنا أنه صار في فتح سفارة سعودية من الفترة السوري في عنده مشكل تاريخي مع الأخوان والسوري شايف أنه اليوم هيد المعركة هي لمصلحة الأخوان بلشت بحماس فغير معني فيها والسوري اليوم لعب دور إيجابي أنه قدر يحمي شعبه وقدر يحمي أرضه من هالعدوين وتاريخيا من لما تم احتلال الجولان السوري كان على هدنة طويلة الأمد مع الجانب الإسرائيلي ما شفنا أي معارك ما شفنا أي ضربات بالوقت اللي فات في اللي فاتت في إيران على الداخل السوري ولما صار في مراكز لحزب الله ولما صار في مراكز لحلف السوري شفنا بعض الضربات الإسرائيلية المحددة على مواقع إيرانية هيدا شف يعني هيدا بيعني أنه اليوم السوري عم بيقول أنا بدي حدي لغسارتي الجولان الراحة السبعة وستين ولكن أنا من لي بحاجة لحتى أعطي عدم استقرار للشعب السوري باتفعية معينة صار في هدنة دائمة وهيد الهدنة مستمرة لليوم وكلنا شايفين أنه اليوم السوري معم يتدخل أبدا مش أنه هو بغير معني بالقضية الفلسطينية ولكن هو شايف أنه هيدا معركة في ربح وغسارة أنا ليش بدي يكون عم واجه في مكان أنا عارف أنه اليوم التوجه الوحيد لحل هالموضوع هو عبر الدبلوماسية كلنا نعرف أنه في القمة العربية قمة بيروت 2002 يلي بتقول أساسا أنه مع حل الدولتين واليوم عم شوف مسعى عربي كتير كبير عبر التحارف السعودي التحارف الدولي اللي تم إنجيه عبر السعودية للوصول إلى حل الدولتين هيدا المسار الوحيد يلي فينا نقول نحنا كعرب أنه نحنا انتصرنا على إسرائيل إذا بيتم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمة مطار قدس أي شيء تاني ضمن إطار الحروب ما حيودي لأي نتيجة أي شيء تاني ضمن إطار الحروب من أولى بكل أسف ولكن بواقعية عسكريا اليوم إسرائيل مش لوحدة عسكريا اليوم إسرائيل في عنده أكبر الدول يلي عنده تطور عسكري وعنده أمكانات عسكرية هائلة عم تدعمها عسكريا ما في إمكانية لحتى نكون عم ننتصر رغم أنه في عنا إرادة ورغم أنه منعرف أنه القضية الفلسطينية هي قضيتنا ومنعرف أنه في عنا واجب وطني ولكن واجبنا الوطني بيوقف عند حدود أزية لبنان وأزية الشعب اللبناني بالحل الدبلوماسي بالمساعد الدبلوماسي السياسي من روح للآخر ولكن نكون نحن عم نساند ومنعرف أنه في أزة رح يجي على الداخل اللبناني من دون نتيجة لا لغزة ولا لبنان برأي هذا كانت تدرى خاطئ يعني برأيك الحل بلبنان رح يكون ضمن تسوية كاملة بالشرق الأوسط نتمنى أنه اليوم في تعويل على مؤتمر بيريز بـ 24 شهر في تعويل على الأمم المتحدة أنه عبر المسار الدبلوماسي يكون في قرار لوقف اطلاق النار نتمنى هذه تكون الخطوة الأولى عبر كيف تصير الأمور نحن مفتحين على كل الخيارات أنا كنائب لبناني بترجع زكر وقول أنه همي الوحيد الشعب اللبناني بكل طوايفه بكل مناطقه همي الوحيد أنه أنا كون عم نفس إسرائيل مش بعد مش بعدد الضحايا أنا اليوم ما بيعني لي إذا في بإسرائيل 3000 ضحية أو 3000 قتيل وأنا في عندي هون 3000 شهيد أنا بدي نفس إسرائيل بنظام صحي جيد لللبنانيين بنظام تعليمي جيد لللبنانيين باقتصاد قوي لللبنانيين بفرس عمل لللبنانيين أنا هيك بكون عم بقدر نفس إسرائيل والكأن نفس إسرائيل عبر وجود حزب مسلح ما بي مش الحال نفس إسرائيل عبر وجود نعراض طائفية بالداخل اللبناني ما بي مش الحال نفس إسرائيل عبر معركة عسكرية كمان ما بي مش الحال فنحن تعويلنا أنه من جهة المجتمع الدولي يقتنع أنه نحن كلبنانيين ما بدنا الحرب نحن كلبناني كدولة ما بدنا لحرب نحن كلبنانيين بدنا يكون فيه سلام في الداخل اللبناني بين كل الفرقاء اللبنانيين و بالداخل اللبناني يكون فيه وعي كافي أنه هيدا هو نوع التنافس اللي نحن بدنا إيهه التنافس لمصلحة الناس مش تنافس بعدد الضحايا عدد الجرحى هن دمرونا الضاحية نحن بدنا ندمر لهم تل أبيب هن شردوا مليون نص نحن بدنا نشرد اتنا مليون هن قتلوا عندنا خمس خمس تلاف شخص نحن بدأنا عنده عشر تلاف شخص هيدا منه تنافس انت برأيك هذا كلام اللي عم تقوله هل هو ممكن في ظل وجود تدخل ايراني بلبنان من خلال اليوم الكلام اللي حكيه رئيس الحكومة هيدا هيدا كلام تاريخي هيدا موقف تاريخي ولكن كمان بدنا اذكر الناس اللي عم تشكك بنير ايران لانه سمعنا نطلعنا فيه قالوا انه لا مش هيك كان الكلام اتخذ الكلام بغير معناه بالالالفين وخمسطعش وزير الاستقبلات الايرانية حيدر صالحي بيقول ايران ميسكي اربع عواصم عربية بيروت وبغداد وصنعاء ودماشق ومن الفين وخمسطعش تهلأ في عدة مسئولين ايرانيين قالوا نفس الكلام حتى في احد المسئولين اللي قال لأ نحنا تمشين خمس مدن وضاف عليهم غزة معناته هيدا الرأي او هيدا التوجه الايراني هيدا مش اليوم هيدا مش وردت اليوم هيدا بعقليتهم هنعم يشتغلوا عليه من زمان هنه امنوا انه بالفعل هنه صار في عندهم قرار بعمل عواصم وانا لا لا استبعد فكرة انه انشاء المقاومة ضمن الاطارة اللي هي فيها بتنو وثمينية حصروها بالطائفة الشيعية ضمن حزب الله هو ضمن خطة التوسع الايراني في الدول العربية اليوم بيظل اي وصاية كانت ايرانية ولا غير ايرانية البلد ما بيقوم نحن بيحاجة لحتى كنا عم نتحرر من اي نوع من الوصاية لا وصاية عربية لا وصاية فارسية ولا وصاية اجنبية اليوم عنا مشكل اكيد مع الوصاية الايرانية فمنتمنى انه الدولة الدلة ميشي بهالمسار انه الدل موضوع السيادي اللبناني خط احمر بالنسبة لانه بالنسبة للحكومة هي الدولة ميشي بهالمسار بس الفكرة انه حزب الله هو يلي فارد على الدولة نتمنى حزب الله يقتنع بكل محبة من اولى وبعيدا عن الحقد وبعيدا عن منطق الانتقام نتمنى حزب الله بكل محبة يقتنع انه المعادلة اللي كنت انت ميش عليها فشلت تعال عنا واجرب معادلة اللي احنا ميشينا عليها منأكد لك انه هالمعادلة هي المعادلة الاصح لانا ولا قلك ولا جمهورنا ولا جمهورك تعبس اليوم كمان في مفاوضات بين الامريكاني والايراني حتى انه في بعد مقتل السنوار الامريكاني بعت رسالة لالايراني بيقوله انه هلأ صار الوقت لوقف السراعات في المنطقة حتى عم يتفقوا على كيفية الرد الاسرائيلي على ايران برأيك انه لبنان رح يكون بمنأ عن هيدا الامر لا نحن طبعا جزء من هيدا التفاهم الكبير ولكن نحن مش من حسطة ايران نحن نرفض نكون من حسطة اينار نحن ايران تكون عم تتفاهم مع اماركا عبر مصالحها هي في الدخل الايراني عبر مصالحها بغير مناطق ببغداد باليمن هي حرة ولكن نحن نرفض انه نكون جزء من هيدا الاتفاق الايراني نحن نرفض انه ايران تكون عم تفاوض باسمنا نحن نرفض انه ايران تكون اساسة عم تفكر مجرد تفكير إنه هي بالفعل واصي علينا. بتقول إلي كيف بترجم؟ بقلك نحن أكتر من إنه ندل عم نسعى داخلياً لحتى نكون عم نتوحد وندل عم نسعى خارجياً لحتى نكون عم نترجي إنه إحنا رافضين أي نوع من أنواع الوصاية ما إلا إلا هذا الطريق ولكن هذا الطريق بدنا ندل عم نسركه حتى نوصل للي بدنا إياه. للأسف يلي فوتنا بهذه المعادلة اليوم عليهم أنه هن يرجعوا يأمنوا أنه هالمعادلة فشلتهم وفشلت لبنان اليوم الواضح أنه إيران وإسرائيل على تفاهم وما حدا نكذب عن الناس اليوم إيران خلال سنة طالما هي عم تقول أنه أنا مسيطرة على أربع أواصم أو خمس مدن طالما هي عم تقول أنه أنا معنية بالقضية الفلسطينية شفنا أنه كان في إسناد من غزة قتلى عم بيروح وشهده عم بيروح ومدنة عم تتدمر معت في غزة أصلا شفنا أنه صار في إسناد من الطرف اللبناني كمان صار في عنا أتلى صار في عنا شهده صار في عنا جرحة صار في عنا مدنيين ومن حزب الله شفنا إيران كان عندها بس ضربتين على إسرائيل وبالضربتين شكلياً كانوا عم يحكوا مع الإسرائيلي عم يعطوا كل التفاصيل نحن هلأ بدنا نطلق الصواريخ بدون كذا ساعة حتى يصلوا لعنكم إذا فيه إمكانية لأغلاق الجو بالمطارات اللي رح نرهم مفوقة بالآخر وسط الصواريخ ما فيها أساساً رأس حربي ولا في انفجارات ولا في شيء ومعظم أساساً وقع بغير بغير مكان ما نتما يضحكوا عن الناس بقى اللي بدوا يضرب اللي عنده نيئ يضرب ويأذي ما بيخبر ما شفنا إسرائيل خبرتنا آمتة بدأت تضرب بتقصف بناية ما بتقلنا آمتة بتم اختيار قيادين ما بيقولوا آمتة فاليوم إيران وإسرائيل في قواعد لعبة عم يلعبوا فيها لحتى منقول في خيانة لألنا عبرهم يعني ولكن كرمال هيك نحن ما فينا نكون عم نضحي في داء الإيراني اليوم واضح جداً أنه إيران عم تستخدم حزب الله على مدى 40 سنة عم تستخدمه حتى تكون هي عم تحسن ظروفة التفاوضية مع مجتمع الدولي مع أماركا ومع غير أماركا معلش اليوم حزب الله بيرحل ودم بيرحل وشهداء بتم اغتيال كل يعني قيادية الصف الأول حتى موظم الصف الثاني بتم تشريد مليون ونص من مراصرينه ولكن إيران بتقول أنه أنا اللي حفاوت بإسمك وأنا اللي رح أحكي بإسمك أنا اللي رح حسن ظروفي كلما يصير في ضربة على لبنان بتم تحرير 5 مليار 6 مليار لإيران كلما يصير في ضربة على لبنان بصير في مفاوضات بما يخص المنفى النووي حتى وصلنا أنه إسرائيل قالت أنا منح أتعرض لمنشآت النووي بإيران وبعد هلأ إسرائيل مضربة إيران طيب شو ناطرين؟ طيب حزب الله مش شيف هالمعادلة بعده بيوسق بإيران بيئة حزب الله الأهم كمان بيئة حزب الله أنا برأيي اليوم عم بتروح صوب تقول أنه خلص أنه طفح الكال معنا واللي سمعناه بإخر كام يوم عبر بعض الشخصيات إذا بدك ألشيعية يلي هي تنتمي إلى بيئة حزب الله بكلام عفوي يعني شفنا ست كبيرة كانت تحكي بكلام عفوي وشفنا حتى كمان يعني رجال كبير بالعمر عم يحكي بشكل عفوي عم يرفض هيدا الواقع وفي انتقاد مباشر أنه ليش نحنا مشردين صلنا عشرة شهور شو اللي شو اللي عملناه حتى نحنا ليه هيدا الشي اليوم معظم بيئة حزب الله أنا برأيي بينهم بين نفسهم يمكن يعني عم يحكوا بكلام ما إلي عني حكي أنا على التلفزيون يمكن لأتبارات بين الناس يمكن أن يحكوا بكلام تاني بس أنا على يقين عم يكزبع حالهم نحنا الكلام اللي سمعناه عبر الجولات اللي كنا عم نقوم فيها على مراكز الإيواء كنا عم نسمع كلام بالمباشر وكنا عم نسمع كلام عبر ناس يعني كمان وش عم بيقوله أنه في نقمي كتير كبيرة على الواقع اللي هن فيه أن شو الله جبرنا نحنا في ناس عنده أرزاء وناس عنده شركات وناس عنده مصانع وناس عنده مزارع وناس عنده بيوت وناس عنده أولاد كله راح فعم بيقوله هدول الناس أنه في ده شو أنه كرميل شو شو النتيجة نرجع من قول اليوم بأحسن حالاتنا إذا بصير في تطبيق الـ 17-01 مثل ما كان بالـ 2006 يعني نرجع على معادلة قبل أيلول 2024 يلي هي ما فيه أي تحسين للدخل اللبناني وخاصة لبيئة حزب الله بالعكس وهيدا الشيء يمكن حلم فلا اليوم في نقمة بس هل الكل عم ينطفد لا لأنه عم نشوف أنه حتى قيادية حزب الله اللي عم يطلع ويحكوا على الإعلام عم بحاول يكونوا عم بيبسوا النوع من الإيجابية عند الناس عم يقطوا شوية معنويات في اسم من الناس ما بيصدق يعرف أنه هيدا كذب في اسم من الناس بعده موهوم وعني حتى نجع من روح على عدة نظريات أنه اليوم في كتير في كتير شائعات الناس ما حمي أرزقنا ما حمي أولادنا ما حمي مصالحنا معنى التهيد هو واقع غير سليم مكرا بيروحوا بيرجعوا بينتخبون بالسنة دي يعني بالآخر بدنا نظلنا متأملين أنه بلحظة ما الوعي رح يدب بالناس ورح يدب بعقول الناس ورح تصير تعرف تختار ممثلين ورح تصير تعرف تختار شو بدها تعمل كيف بدها تحكي بمي بدها تهتم كيف بدها تحافظ على أرزاقه ما قلنا إلا الأمل مثل ما عرفوا اختاروك لأه بيت رابلوس شعب جيش مقاومة يلي على سنين طويلة كانت موجودة بالبيان الوزاري هل حيتم استبدال برأيك كلمة مقاومة؟ نحن بولا يوم أمنا فيها أساسا بولا يوم اعتبرناها موجودة بالنسبة لألي وبالنسبة لكثير ناس ولا يوم أمنا أنه هيدة السلسية كانت أساسا موقعة نحن اعتبرناها كلام موجود ولكن ما كنا منتزمها نتمنى اليوم أنه نكون بالفعل عم نغير هذه المعادلة ويكون في بس الشعب والجيش والدولة إذا بدك يعني بتحط كلمة دولة بدل مقاومة نعم دولة قادرة وقوية طبعا أكيد وهيدا أساسا المسار الطبيعي لكل الدول أن يكون في دولة تكون طبيعية اليوم الحرب بين روسيا ووكرانيا ليس لأنه كان فيه فريق مسلح من أوكرانيا فصار في أعتداء من روسيا لأنه كان فيه مصالح بالآخر صار في أعتداء من جيش لجيش معناته وجود جيش لا يمنع الحرب وجود حزب مسلح لا يمنع الحرب القرار الحرب دائما قرار سياسي ودبلوماسي نحن علينا بالحنكي سياسيا نكون عم نقدر نخلق توازن بالداخل اللبناني لحتى نحمي حالنا خارجيا ضمن أشراك الأوسط وندل على تفهمات وندل على هدنة طويرة الأمد مع العدو الإسرائيلي إلى حين يصير فيه تغير في مكان ما على أمل أن يكون هذا تغير لصالح لبنان ولصالح الدول العربية بس بيخطابه الأخير أشيخ نعيم قاسم قال نحن بقين غصب عن اللي ما بيحبنا يعني أصر أنه المقاومة لن تنتهي نحن ما بدنا نلغيون نحن بدنا إياهون تنعوا أنه يصير فيه دمج بينهم وبين الجيش ويصير فيه استراتيجية دفاعية وما يصير فيه حزب مسلح مستقل ياخد القرار ويصادر قرار الحرب والسلم ويصادر قرار الدولة هذا شيء ما بدنا إياه أكيد هني طبعاً مش رح مش رح يسلموا بهالسهولة ولكن الخطاب اللي قبله قال نحنا منفوض أمرنا للرئيس نبيه بري شو اللي صار من بعد ما زار قلباء في لبنان هل كان فيه معطيات هل كان فيه إشارة هل كان فيه إملاءات بتقول بدك تغير خطابك ما منعرف ما سألت للرئيس ميقاتي إذا عنده فكرة لا ما سألت بعمل موضوع بس ديت ما سألت أنا بعض في الرأي أساساً بني بحاجة لحتى أسأله واضح جداً بس الرئيس بري بعده عم مصر على الكلام أنه هو مفوض من حزب الله وأنه حزب الله بده القرار سبعة سفر واحد صح هذا الكلام اللي قالوا نعيم آسم أول مرة هذا الكلام اللي عم حكي الرئيس بري والرئيس بري ملتزم فيه الكلام اللي سمعناه من نعيم آسم وحفظ الألقاب ومن حسن فضل الله النائب في البرلمان كان كلام متقدم مخالف للموضوع هيدا فمتمنى أنه يرجعوا وآخر كلام نحنا بدنا نسمعه أنه نحنا كحزب الله فوضنا الرئيس بري أنه يكون عم بيحكي بإسمنا واللي بيشوفه هو كالأخ الأكبر نحنا مشين فيه عنا كل السيئة بحكمة الرئيس بري وعنا كل السيئة بحس الرئيس بري الوطني وخاصة بهذا الظرف هيدا أنه كرجل دولي بالتعاون مع رئيس الحكومة قادرين يغضوا البلد إلى مكان أحسن كتير أنا برأيك أنه كانت الأمور ماشية وكان الرئيس بري رح يدعي لجلسة لانتخاب رئيس قبل ما يوصل الإيراني قليبار يلي طلب عدم انتخاب رئيس تحت النار نعم المعطيات بالدل هيك والتغير يعني ما يزال الإيراني يتدخل بأشهر مشان هيك كان كلام رئيس الحكومة مبارح نحنا مش ناطرين حتى نسمع عن كيف كان لقاءه الرئيس مقاتي مع وزير الخارجية الإيراني يقال أنه مكان منيح لا الرئيس مقاتي اليوم حمل كله نار هموا لبنان ومش شايف حدا تاني غير لبنان سيبدو أنه صار فيه صار في تشنوج ما عندي معطيات طرحة واضح من الصور كان أنه رئيس مقاتي مكان حتى يتطلع فيه يمكن فيكم تسأل الرئيس مقاتي على هذا الموضوع بس يعني قلت بركي خبرك شي لا ولكن الرئيس مقاتي أكيد اليوم أنا بلكها بكل أمينة اليوم هو عم تحمل مسؤولياته مسؤولياته تقتضي أن يكون عم يهتم الداخل اللبناني ويمنع أي محاولة لأملاقات والوصائي من خارج مما كان يكون فالرئيس مقاتي ضمن هذا الإطار اليوم يعني ما نقول له يعطي ألف عافية وإن شاء الله يضلوا بهذه الهمة أنت كنائب كمان عن ترابلوس عم تشتغل شغل حلو شكرا كمان يعطيك ألف عافية لين رايحين قبل ما أختم بموضوع المدارس بترابلوس إذا ضلت مليانة ناسحين نحنا نشتغل نحنا في تنسيق دائم مع وزير التربية عباس الحلبي طبعا حاطت خطة هو لحتى يتم فتح العام الدراسي بـ 24 ثاني نحنا على الطلاع الخطة ونحنا في عنا نحنا نحكي شهر الجاي نعم شهر الجاي فهم يحاولون تأمين يقل مراكز إيواء تاني للناس اللي بالمدارس يقل يتم دمج بعض التلميذ بالمدارس اللي بعدها مش فاتحة مش فاتحة يعني دوامين مش كل المدارس فاتحة في بعض كتير مدارس بلاكرا رح يصير في دوامين دوام بنهار ودوام بعض الظهر كم مدرسة تقريبا نحنا في 30 مدرسة اليوم مراكز إيواء في ترابلوس فهي كتير مدارس بعدها مش فاتحة ولكن نحن حرسين جدا أنه ما يصير في تأخير للعام الدراسي وحرسين جدا أنه حتى ضيوفنا من كل أماراطق اللبنانية يكونوا عم تعلموا معنا تحت بالشمال ما بدنا أولاد لديو فيكونوا بره حرسين جدا أنه ما يكون فيه لأنه 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 مثل قلته يعني أول شيء لأنه إنترنت ضعيف وتاني الشيء لأنه ما في التزام لا من الأهل ولا حتى من التلميذ وحتى كمان يعني موضوع الأونلاين بأثير على عمل الناس يعني اليوم إذا في ناس يشتغلوا وليسوا راحوا أونلاين يصيروا معهم بالبيت كمان بأثير يعني على العجل الاتصادي فنحن على يقين أنه أربعة شرين ثاني راح يكون هو بداية العام الدراسي على أمل إن شاء الله يصير في حل قبل هيك إن شاء الله أنا إبا أهل مطر بدأ شكرا شكرا يعني العافية مشاهدينا نختم حواراتنا لليوم بعد قليل تابعونا بنشرة الأخبار اشتركوا في القناة